زي ما تعودت دائماً وأبداً هناك الكثير في مقالي وما قالوا كفان الكلامة عند التحدث طبعاً بنات الأهراب في سالف الدهري كفان الكلامة عند التحدي لكن الحال جمهور النادي الأهلي النادي الأهلي بكل ما أنجز وبعظيم ما حقق وتوج وفاز ما فيش نادي في الكون في المجرة أسعد جماهيره ودلع جمهوره قد النادي الأهلي واعتقد أباش مهندس ما فيش نادي رياضي يكفيك الكلام عند التحدث عنه قد النادي الأهلي أنت عارف أن دي جزء من قزمة الأهلي مع جماهيره أنه بستمرار حتى تعودوا ويقولون كده إحنا ما بقناش قلت لهم يا جماعة ما فيش حاجة كده في الدنيا إلا قاملهم ونقشهم ما ينفعش أن نتصور أن في حد فوق الهزيمة في حد فوق المنافسة المنطقي ما فيش كده كون النادي الأهلي قدم إليك الكثير اللي تفخر بيه أنت كمال لن تقدم له الاعتراف بأنك اعمل اللي عليك وإحنا معاك وتقبلوا بعض السلبيات اللي هتحدث أحيانا ما فيش حاجة في الحياة عبارة عن يعني انطلاق بلا توقف لا يمكن أنت حتى لالتقاط الأنفاس لظرف من الظروف لسوء بخت لحاجة برا رطك أنت تحكيم جائر إصابات غير أي ظرف أنت مش تمشون عنه أي ظرف فبنطلب من جماهيرنا لا حنا ناكم بالنادي الأهلي إفرحوا بيه كما وجدتموه وكما يقدم لكم احنا بنقول ده ليه جماعة لأنه لما يكون نادي بهذه القيمة العظيمة وعنده من أسباب السعادة والفخر ما يكفي جمهوره أنه يحتفل به ويفرح به ويستمتع به المفروض ده يكفي عن أي حاجة تانية يكفي عن أي انزلاقات أو أي استدراجات يعيش بإيجابية مع قيم الأهلي مع تقاليد الأهلي مع إسهامات الأهلي الوطنية مع الدور الوطني للنادي الأهلي النادي الأهلي اللي نشأ لأسباب وطنية ونشأ في أحضان الحركة الوطنية المصرية مطلع القرن الماضي فأنتم تخيلين نادي نشأ على هذه الأسباب الوطنية الراسقة ونشأ من هذه المنطلقات السامية جدا جمهوره لما يوصل معاه النهاردة المرحلة من السعادة بالرياضة لازم أن يكون فخور بده ويزهب قيمة النادي الأهلي ودور النادي الأهلي ومكانة النادي الأهلي وتقاليد النادي الأهلي اللي ترسخت عند كل الجماهير بفعل هذه الاستحقاقات الكبيرة وإحنا بنتكلم بالمناسبة على عيد ميلاد الكابتن حسن حمد كابتن حسن كان سلم مجلس إدارة النادي الأهلي وهو الأعلى التتويجا في العالم 19 لقب قر متنوع في عهد المجلس السابق مجلس المهندس محمود طاهر فاز الأهلي بالبطولة الكمفدرالية بقينا 20 بطولة النهاردة مجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب مترجط أو حاطط هدف أنه يوصل الأهلي بإذن الله تعالى في أقرب فرصة للأعلى تتويجا في العالم يستعيد اللقب لأنه وصل للأربعة وعشرون بطولة ما هو أنت فقدت هذا المركز بفرق 6 مراكز بينك وبين ريال مديني أصبح أصبح التحدي أمام المجلس الحالي أنه يعوض هذا الفرق عوض منه ثلاث مراكز بقي ثلاث مراكز عندك فرصة في السوبر الأفريقي أنك تضيق الفرق إلى مركزين ويبقى التحدي القادم أنك تكسب لو دلوقات أنت ستة عشرين لأربعة وعشرين ما ستة عشرين لتلاتة وعشرين أربعة وعشرين تلاتة وعشرين أه تلاتة وعشرين ستة عشرين لتلاتة وعشرين أه أه لو كسبت السوبر هيبقى أربعة وعشرين يبقى عندك في الحالة دي تكسب السنة جاء أفريقيا هيديق إلى فارق واحد بتاع السوبر انت بص هي دي هي دي اللي تشدك لقدام هذه الأداف السامية هي اللي تشدك لقدام انت وطموحك وجماهيرك ولكن أيضا بما أننا تحدثنا عن أسباب الزهر هطلب من جماهيرنا والله يصدقوني يا جماعة ما في مرة بنحفل ونتغطرس ويهرب مننا المعنى الرياضي السليم بندفع تمنوا صدقوني نحن نكافأ انك تكسب تتواضع وتحافظ على مشاعر اللي قدامك مش هيضرنا شيء حتى لو هم هيجي يقولك هسا هو بيحفل علي هيحفل عليك والتكسبان هتستحمل لكن لما تحفل عليه بشيء يدايقه ليه القصوة دي دعونا والله نترفع ونكسب صح عشان يوم ما لقدر الله نخسر يبقى نخسر صح برضو لا ويبقى دا دورك في حماية الرياضة وصيانة الروح الرياضية حماية نفسك تخيل انت بتنتصر على غرورك بتنتصر على بعض الشر اللي جواك انك تدايق لقدامك ماهده شر طبعا بلاش تحفيل دعونا بلاش اي اساءات لحق خلينا نفخر بنا دينا بس مش عايزينا اكتر من كده عندك اسباب الفخ وهذا ليس معناه اذا كان لنا دينا حق الا ندفع عنه وبالايه بالمنطق والحجة والمستند والرقي والرقي اه مش ضروري واحد بيشتمنا رد عليه الشتيمة انا رد عليه الواقع اه ان انا في حتة هنا وما ردش عليه اخلي حالي يرد عليه وضعي يرد عليه نجاحي اللي هو نجاحي اه شوفوا في الاهلي بيستهد في ريال مدريد عشان بقولكوا عندك من اسباب الفخر والزهوة بالاهلي ما يكفي ما يكفيك عن اي حاجة عن اي منغصاته او عن اي استدرج لأي حاجة افرح بالاهلي وبدور الاهلي وبقيمة الاهلي على فكرة الرقم الاعظم في تاريخ النادي الاهلي انه في كرة القدم من اول ما بدأ النادي مارسه لم يشارك الاهلي في بطولة محلية او قرية الا واصبح صاحب الرقم القياس فيها عن اقرب منافسية قبل الدور وقبل الكياس وقبل اي حاجة وهقولكو الالقاب بتاعت النادي الاهلي هو ده اللي بيكفيك الكلام عند التحديد اطبعا انت الجد والده يكفيكو بجد يكفيكو ان انتو تتحدثوا بهذا الفخر وهذا الاحترام وهذا التقدير لتاريخ النادي الاهلي اللي بيحترم بالطبع تاريخ ومثار كل الاندية الشعبية الشقيقة في مصر والوطن العرب الوطن العرب اللي 28 نادي منه حملوا اسم النادي الاهلي تيمنا بهذا النادي العظيم دي ظاهرة مش موجودة في العالم كله ان انت تلاقي هذا التيمن بهذه القيمة وبهذه الفكرة اسم النادي الاهلي وهذا يكفي فانت عندك هذا الجدول لشكل بطولات النادي الاهلي يا جماعة اللي بقولكو ما في بطولة من اول ما تقال يا كورا وشارك فيها الا واصبح مش بس هو البطل هو صاحب المرات الاعلى في الفوز بيها هلاء الاهلي يا باشمهندس عنده 42 دوري عنده 37 كاس طيب قبل كده عنده 16 بطولة دوري منطقة القاهرة لما كانت دي بطولة الدوري المحلية السلطان حسين عنده 7 بطولات فيها السوبر المصري عنده 11 بطولة في السوبر المصري كاسل التحاد لما عمل كاسل التحاد خد الاهلي اللقب لما مصر وسوريا في فترة الوحدة عملت كاسل الجمهورية العربية المتحدة فاس بيها النادي الاهلي الاتحاد العربي عمل بطولة النخبة خدها الاهلي مرتين عمل بطولة العربية للا اندل أبطال أخدها الاهلي عمل البطولة العربية لأبطال الكوس أخدها الاهلي استمر الأهل من 82 في نجاحاته الأفريقية بأناد القرن ليه؟ عنده 10 ألقاب في دور أبطال أفريقيا رقم قياسي عنده 4 في بطولة كاس الكوس الأفريقية قبل إلغاها ودمجها في كاس الاتحاد عنده كاس السوبر الأفريقي 7 مرات عنده كاس الكونفدرالية مرة عنده الأفرو أسيوية مرة عنده 142 بطولة محلية عارفين المية 142 بطولة محلية للأهل تخليه أعظم نادي في الكون هذه الألقاب محليا وقريا وإقليميا خلته رقم واحد في العالم في حصد البطولات الكروية المتنوعة الحمد لله وهنا يجب أن نزداد فخرا وتواضعا وهنا بنقول يعني اللي بيقول لك الحمد لله على نعمة الأهل فليأكف بس اللي أكف تحولها لنعمة بالضبط ما تحولتش ديني حد يبقى متدايق منك وبيتمنى لك الإخفاق لأنك مدايقه ما هي دي النقطة يا صازب رهيب أوعى تفتكر أن الاحتقان اللي موجود ده سببه الفوز والهزيمة والأرقام اللي انت بتقرأها دي التحفيل كل واحد شيء الهم يوم ما يخسر إحنا وصلنا بقينا الغمزة بتدايق لأن لها فيها تليح كلام صورة بتدايق لأن فيها تليح كلام معين أحيانا انت تبقى انت منتاش قاصل يعني حتى وانت بتعمل تصرف غير مقصود بيتاخد بطريقة ليه كلنا عايشين متوترين الفائز والمهزوم انت قاعد ناس بتشكك في بطولاتك ما هتعمل ايه ما لان تشكك في بطولاتك عشان تشعر بنوع من التبرير يعني وانت في نفس الوقت بترد باستمرار رد بالحقيقة زي ما انت بتعمل جدول وأرقام كويس ولذكر الحقيقة لا والأفرق سويا احنا مش هتصعب الرقب فيك لا انت خدته مرة مرة وزي ما لك خده مرتين اه انما انا عايز اقول ايه عايز اقول بمثل المنطق والحجة واللغة الراقية تستقيم الامور ترجمة نانسي قنقر